بس دلوقتي من بعد العرض الخاص بقى فيه رد فاعله على السوشيال ميديا الحمد لله وسريع الحمد لله إحساسكوا إيه برد الفاعل سواء إذا كان عظيمه هو حلو قوي ولا لو فيه انتقادات مثلا يعني طبعا فاكر سهر اللالي جدا يعني إحساس بتاع الحاجة المفاجأة بتاعت سهر اللالي كده وإنه الناس تقرر إنها تتبنى نوع لسه تبدري على بال ما نقول يعني كده بس قذلي فيه واضح إن فيه وحشة واضح إنه فيه كده كذا حد بسمع إنه كان وحشنا ده إنه ليه ما فيش ده ليه ما فيش أنواع مختلفة لا مبسوط بشدة مونة قريتي آه قريتها شوية آه مبسوطة أكيد جدا الحمد لله الحمد لله جيهان وصعاد قريت أنا قريت النهاردة حاجات عن الفيلم ككل وكنت بقول لهاني ولمحمد إنه بالنسبة لي بالنسبة للموسيقى تحديدا لا أعتقدش إني حاسمع إشهادة بالمزيكة الرائعة لأنه نوع الموسيقى نفسه مش نوع مواطق ممكن يعني يكون أي حد يحضر الفيلم يلتفت لي ولكن سمعت إشادة عن الموسيقى من مونة من ناس كانوا مبارح في العرض الخاص فكنا بنقول إنه هما الناس اللي بيفهموا في الأفلام أو من الاندستري بتاعتنا حيفهموا إنه الموسيقى قدت وظيفتها في الفيلم وده بالنسبة لي أكبر نجاح بالضبط بس يعني طبعا كلنا بنتمنى ييجي المقال الكبير اللي يمدى حقيقي إن شاء الله بس ما أعتقدش الفيلم ده هو الفيلم اللي الفيلم ده ناجح ككل بكل العناصر اللي عملته ناجح تمثيل المونة الرائع السيناريو الإخراج بس سعيدة جدا إنه كل اللي قريته النهاردة يعني طب دلوقتي أنت كست وعمل موسيق سكور لفيلم وكده هتكمالي في مصر ولا لأ عشان ده مهم أتمنى طبعا أتمنى يعني يعني أتمنى إنه دي تكون فتحة خير إن شاء الله على مشاريع مصرية تانية لأنه مصر أم الدنيا وأنا بعشاها ويعني حتكون حاجة جميلة جدا يا رب يا رب وعملتي إضافة كبيرة بقال شكرا جزيلا وشكرا لثقتكم يعني دي برضه لما يكون أنا دايما بقول إنه في أي مشروع بتشتغل يعني بالرغم من كل الصعوبات فيه حاجتين مهم جدا يكونوا موجودين بين الكمبوزر بين المؤلف أو المؤلفة والمخرج أو المنتج هي الاحترام المتبادل إنه أنا بحترم فنك وأنت بتحترم فني والثقة المتبادلة لأنه وجود الثقة يعني الثقة تاني فيها إنه كان يقولي حيطلع معاكي حاجة وهو اقترح برضه إنه ما تقولوش لسعاد أين تحت سلم المزيكة خلاص خليها شوية تروق وتشتغل وحدها الثقة دي بحاجاتها كنز يعني استمتعت جدا بأول تجربة مصرية وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة وأهلا بيكي في السينما المصرية طبعا إحنا الستات متحمسين جدا حضرتك يعني جيكو أوليلي أصعب مشهد أصعب مشهد؟ تقريبا مشهد الشارع يعني بعد عشان اللبس خلت معاكي وثابتك ومشيت أنا عارفة قوام المشهد أيوة فيه مشهد ده كان الناحية التانية في الشارع شعب مصر كل واقف بل المشهد اللي أنت لابسه فيه أوبا اللي جاية من الشيفت على فكرة أنا كله كان أوبا لا ده كان كله أوبا دي الشخصية هو كان كله سعر لبس الشخصية لبس الشخصية كله بيضا فأنا أصلا شخصيتي بقى في الحقيقة أنا عندي سوشل انزايتي يعني أنا بتوتر جدا من وجود ناس كتير قوي فأنا أن أنا أركز في المشهد في وجود بقى شعب مصر كل واقف الناحية التانية والإنتاج بقى محجز على الشارع بقى فده كان يعني إنك تجيدي الشغل في المشهد وانتي إن أنا بقى فوكس قوي في اللي بعمله يعني فده كان حاجة تشالنجينج ما ليش إس كمان فريق الإنتاج اللي معانا كانوا مسيطرين وجمديين حابين نشكرهم حقيقي عملوا إنك تصوري في الشارع كل يوم وكل مشاهدك في الشارع منتج الفني محمد الهادي محمد الهادي وفرقته بجد بجد خلونا فعلا لأن إنت ساعات إحنا بقينا من كتر ما بنقلق من الحاجات دي أنت بنصور في أي حتة وخلاش فبتبتدي الحاجات كلها يبقى شكلها وحش ونحن نقول يا جماعة أفلام التمانينات كنا بنشوف مصر ونشوف شوارع فالناس عشان بقى ما نوجعش دماغنا فنروح أي حتة فبقيت الحاجات كلها شبه بعض هو هو نفس الشارع في كل المسانسلات صح صح فلا الناس دي تعبت علشان يوفروا حاجة تتشاف فعلا يعني بصوا بقى حنسأل أسئلة ونشوف إذا كانت الأسئلة دي تحققت في الحياة أو اضطرحت في الحياة علينا يعني يعني مثلا في الفيلم ده البطلة كانت عايزة تطلع تحج وفي صعوبات كتير هل هذا الموقف اللي هي أنه الرحلة بتبوز مش لازم الحج أي رحلة اتكرر عند أي حد فيكو سعاد معايا لغاية قبل ثلاثة أيام أنا لما ردينا فتحنا فيلم رحلة ربعمية وأربعة كنت أنا حاجزة أجازة مع ابني الصغير للكريسمس وجاه الفيلم وأوكي مش حقدر أروح أجازة خلاص فاللي عملته هو أني أنا سفرت يعني جسديا معه بس أخذت الستوديو معايا أولا على فنلندا وكان هو بيزور جدته بعدين على دبي أخذت أوضف قتيل في دبي وما خارجتش من القتيل كان هو دايما ابني مع بابا وكلما أجي أرجع كندا يكون في تأخير وتسليم فأنا رحلتي بتاعت كندا تأجلت يجي خمس مرات يعني كلما أجي أسافر لا أكلم أنه لازم نأجل وبالنهاية قررت أنه حاجة مصر لأنه البريمير بعد يومين يعني بداية أرجع أصلا كندا طب أنت دلوقتي اشتغلت من غير أوركسترل أيه؟ معظم اللي حتسماعي في الفيلم هو حتسماعي آلات فيه تشيلو لايف سجلته من عازف مصري رائع جدا اسمه أحمد طاها سجل في دبي وبس معظم الحاجات التانية اللي حتسماعيها هي البردوكشن بتاعها جاي من عندي أنا لأنه السكور بحد ذاته مش سكور أوركسترل بأي شكل من الأشكال هو سكور إكسبرمنتل شوية موزيك دو شامر موزيك دو شامر حاجة زي كده يعني حصل معي برضو وأنا في دبي حاجة تشبه حاجة حصلت مع مونة زاكي في الفيلم هي أنه كنت رايحة أوقع على التنازل بتاع المزيكة للفيلم علشان يتعارض وفي نصف الريفجنز بتاعت الموسيقى أنيوي فكنت يعني ملخبطة وإزاي هلأ حضيع ست ساعات من يوم كامل عمل روحت على كاتب العدل في دبي وكملت بكتب التنازل لأنه حوكل حدا في القاهرة يعمله لي وكتبت اسمه أحمد عبد الحميد جاد ورجعت في الأوبر 40 دقيقة الوتيال ولما وصلت الوتيال اكتشفت أنه هو اسمه أحمد عبد الحفيز جاد وليس عبد الحميد وقه لي مشهد من الفيلم يعني نسخة تبقى الأصل بيحصل في الفيلم الخرابي نشوف الحقيقة فالفيلم أثر علينا كلنا أعتقد تحقق في حياة كتير ناس يشتغلوا على الفيلم طيب دلوقتي إحنا إحنا جا جمور لسه مش عارفين رحلة هتتم ولا لأ لما نخش هنعرف لازم نخش عشان نعرف هل في في حياتكو رحلة بقى ما تتنسيش برضو كل واحد لا أنا ما عنديش رحلة ما معتقدش إنه عندي كده بس أنا عندي حاجة شبه كده في الضغط اللي كانت بتعاني به الشخصية طول الفيلم اللي هو الضغط اللي كلنا بنمر فيه في حياتنا لما بنبقى مزنوقين ماديا وده اللي كنت طول الوقت بقعد أفكر فيه إنه ما فيش حد فينا كبني آدم ما بيجيش عليه وقت معين يبقى عنده زن أمالية ويقع محتاج إنه هو يقعد يقول طب هحلها إزاي ويقعد يقول طب النهاردة يعني اللي بيبقى مزنوق ماليان ده بيكره يوم الخميس لأنه يوم الخميس ده بعده بجمعة وبعده تفاريخ مقاول مش هتتحلص لها في الثلاثة أيام دول فبقعد أحط المشاعري مكان الشخصية دي دي هتعمل إيه بالعمل أتفكر هنا فيها طول الوقت تقولك طب أنا دفعت الفلوس طب مش عارف أعمل إيه يعني أنا كنت بحط نفسي في حاجات شابة كده بس ما عنديش خبرة رحلة كاملة ما عنديش القصة دي ما مردش حالي كده مونة عندك لا ما أعتقدش إن عندي كده يعني أكيد لما بسافر بعيالي بتبهد الموت